اشتركوا في القناة اصبح يشعر انه يعني اكثر من اللازم يعني المدعوم وبالتالي ما يتكلي عن نفسه ويعتمد على نفسه ماذا قدم الفلسطينيين لفلسطين خيرنا نقوم من خمس سنوات الأخيرة الدول العربية من ضمنها طبعا على رأسها السعودية دعم سياسي ومالي لم يتوقف أبدا وتعتبر السعودية ظهر للقضية الفلسطينية في المحافلة الدولية لم يقدمون إلا صراحة الصراع لما بينهم حتى الإعمار الأخير هذا في الحرب الأخيرة لو لا أنه يعني الولايات المتحدة فرضت أنه مصر هي اللي تقوم بعملية الإشراف على الإعمار ولا كان صار بينهم بزاعات على مشاريع إعادة الإعمار كانت ذكر أنه المرحومة السعرفات في حرب الخليج كان ضد السعودية وضد الكويت كان يعني يصرح صراحة يعني وقابل الرئيس صدام حسين وقتها وأيده في غلطة الكويت فهذا موقف كبير ومباشر هذا مش مجرد تصريح مؤخرا شفنا يعني حركة حماس أعضاءها يعني مع الحوثيين كيف يتمهون معهم وهم يعني الحوثيين يعني ما هو ضرب الرياض فقط يعني العاصمة اللي تعمهم لكن أيضا ضربوا مكة المكرمة فما تستطيع أن تفهم مهما كانت حاجتهم للحوثي أو الإيران أو أي إن كان يفترض أن يكون موقفها من المملكة أكثر تقدير من الواقع هذا اللي حصل وعلى الفكرة يعني هم من جميع الجهات أو فتح أو حماس أنا أعتقد أن السعودية تقدم من باب الواجب الدعم السياسي والمالي لكنها لم تحصل على تقدير اللي تستحقه لا من منظمة منظمة التحرير ولا من حماس فلسطين قضيتك دكتور أرمال من قضاياي لكنها ليست قضيتي الأولى حماس تضع أسلحتها أو تطلق الصواريخها من مباني مدنية وترد عليها إسرائيل فورا تفجد لك المبنى واللي حواليه من مخابز من بقالات من أي إنكان هذا النوع لا بد يكون عندنا هذا الوعي نحن نعرف مين اللي أخطأ والخطأ أو كرهنا لإسرائيل مفضونا ما يعمينا عن نحن رؤية الحقيقة كلها من جميع الأطراف وليس فقط مطمد حدد